السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله الرحمن الرحيم لما أصلي وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين إن شاء الله اليوم تبعوا معي ونقدم لكم حيشات كنتم منينا لإعجاب ديالكم إن شاء الله تبعوا معي المقاطر وطريقة تحضير لدي هنا أنا برد لسيد الكيسين ديال السميدة الكاس تفايز ناس جرام يعني كاس ديال عنبا هو باش كان عبر دا إيميل هنا غن دير تحين غن ديرو بالمعلقة باش يجونير طبين شوية هن دير واحدة معلقة شوية مو معلقة صغيرة ديالسكار باش يطيب شوية الحميرار أبعا معلقة ديال خميرة الفورية ديال العجين ديال هنا يجوج معلقة ديال الطحين ملحة وما رأس يكونوا مع الحين خميرة ديال الحلوة بيكين بودر ثمانية جرام واحد معلقة ديال الزبدة دايبة دوبتها ولكن الجمعة الثاني الزبدة اللي بغيته صافي ديال العجين انا فيها هذه القاعدة هذه ما نخليش بل ما عمتش حاجة حاجة ما اضع ديال القاعدة فيها حيض منه كل شي عندي تقريبا كاس مع مرجال الحليب و الماء دبا نخلط هذا النواشيف و الزيتها هي نعبر الزيتها هي نصف كاس ديال الزيت نخلط تباهة شي مع الزيت نسبسوا مزيان مع الزيت و عادة نزيد عليها المكونات اللي بقى نصف كاس كاتجيب نينا كاس هاد الماء رادة في ما نخلطش بزاف منع الجنوش نخلطه نسجم المكونات صافي و نحيذها نصف كاس ديال الحليب و كاس ديال الماء رعما ما درتوش كامل رعا شطلية تقريبا درتش نصف كاس نصف كاس و الاربع كاس ديال الماء اللي درت الكاس باقي فيه الماء صافي المكونات و ما نساجمه كنطلع الليل تحت و كوش ينساجم صافي دا باغ نخليها هاكو انتم هاد الشحر شطلية ديال الماء تقريبا درت نصف كاس بسع تخلط كل شي الخميرة قاعدك مكونات كل شي نساجم صافي دا باغ نخليها شوية تنوجد لها المقلة فشن طيبها و متى الطيب هنا صافي تخليتها واحد شوية كما القاعدة كنفندوها في سنيدة نقرسوها في هاد الاغلاقة هادي ديال القرعة هيا كتجي هكا زوينة و شد درسها نعود واحدة اخرى معاكم هيا كتجي فتارك ها زوينين هادو كعجبو الدراري صغار الاطفال صغار كعجبو هم هادو الزف وصحيين يعني سميدة اها عارفين الفوائل يعني سميدة صحية الخفز ديال السميدة دي مارات يكون غالي على الخفز الاخر هادي موهم تان وجدوهم الفطور ولا القوتي سوف نستمر هكا نكمل و نتلقى معاكم مو مشكل نهائي ديالهم هو هادا انا اضطت الجبن هنايا الجبن او العسل او اللي حبيتو وما اصلا مالحين عندو ماكي جوز وينين الحريشات صغارين بالحليب انا عجنتو مادل مرة بالحليب وانا اضطت معاهم الجبن اللي بغا يديلهم الجبن يديرو انا ما كندهنش المقلم اللي كنديرهم كنحطهم هاكاك كنبغيش يكون فيهم ليدا بزاف باراكا غداك الشي اللي عشناهم فيهم كنتمنى الفيديو وينالاعجاب ديالكم ونكون خفاض ريفا عليكم وإلى فيديو قادم ان شاء الله بيحاول عقوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته